زي النهاردة رحلت الفنانة الكبيرة شادية لماذا شادية؟ فنانة شادية ولدت في النادي الاهلي الميلاد الحرف الميلاد الفعلي يعني ولدتها مع أسرتها موجودة في النادي زي ما قالت هي في ذكرياتها أو مذكراتها في كتاب الجمهورية قالت أنه سبب عشقها للنادي الاهلي من صغراء أنها تواجدت في النادي الاهلي من وهي الطفلة صغيرة بل حكت وقعت أنه والدتها كانت تجلس مع صديقاتها من أبناء هذه الطبقة في النادي فجأة جاءتها ألام المخاض البعض اقترح أنه تلحق بسرعة للمستشفى القريبة من النادي ما لحقوش دهمتها ألام الولادة لتستقبل شادية يعني بنت النادي حرفيا وقالت أنه ده من وقتها وهي من صغراء مع أسرتها مرتبطة جدا بالنادي الاهلي قالت أن والدها كان زمالكاوي وكان بيشجع الزمالك حبا في المالك فاروق لكنه كان مرتبط جدا أسريا وهي كمان من وقتها وهي من صغراء وهي مرتبطة بالاهلي وحكت في كتاب الجمهورية قصص عن المنوشات اللي بينها وبين الفنان شكري سرحان كان زمالكاوي وهي أهلوية وقالت أنه كنا بنصور في عام 1958 كان فيلم الهاربة حصلت مشادة بينها هي وشكري سرحان بسبب سماع مباراة الأهلي والزمالك في الراديو والمخرج عمال يستدعيم والاتنين شادين مع بعضها حوالين الراديو على تفاصيل المباراة لكن الغريبة هي بتقول أنه الغريبة أنه احنا قمنا من الخناء اللي حوالين الراديو بسبب الأهلي والزمالك والمخرج فض بنا ودخلنا اللوكيشة عشان نصور مشهد غرامي احنا الاثنين قدناه بمنتهى الإبداع الفني وكانهم مش لسه متخنئين التمثيل مش هاي واحد يقدر عليه لازم وعندك استعداد أنك تخرج من حالة ودخلش في حالة بسرعة لكن اللي أنا عادي أقوله لك هذا يفسر ويوضح لماذا جاء خالد شاكر رئيس أول ربطة رسمية لمشاجع نادي الأهلي بهذا الانتمام عميته الفنانة شادية فلما تكون عميته الفنانة شادية يبقى لازم تفرز الاسرة دي تفرز واحد زي شاكر ربنا يديله الصحة ومسيب الخير خبر طريف وجميل ومعلومة وحييك عليك رحم الله الفنانة الكبيرة شادية رحمة وسع اللي غنت يا حبيبتي يا مصر وأعتقد الأغنية بتاعتها اللي سكنت وجدان كل الجميع لكلمات المبدع محمد حمزة وراخر طبعا هي والله غنتها بنيابة عننا كلنا صحية ترجمة نانسي قنقر